اشتركوا في القناة عشان اللعيب الرجاء لسه مصابين اخيرا خلاص هيبقى بكرة باذن الله وطبعا تبقى عنا هيتأجل مطش الفاينال ما بين الاهلي والزمالك ان شاء الله ل 27 نوفمبر لارتباطات بقى المنتخبات اللي هنتكلم عليها كمان النهاردة مين اللي هيحسم البطولة مين اللي هيكون ليه الافضلية الناس كتيب بتتكلم من الالزمالك خلص خلاص المطش اعتقل لسه ما خلص جهزيته ايه كلنا هنعرفوا من صديقنا العزيز نقضنا الرياضي لأستاذ محمد جمال يا بوحمد صباح الورد صباح الورد عليك يا خير امناور دايما اخيرا هيتلاقي المطش بكرة اه اخيرا بقى احنا زينا بالتأجيلات شوية المباراة كانت مقدر لها في كتوبر مع مباراة نادي الالي وداد شفنا الاهلي خلص خلاص وصعد لنهائي من شهر كتوبر لكن الزمالك اتأجل طبعا بسبب اصابات كورونا اللي جات بشكل مفاجئ وبشكل كبير ويعين لقابة الرجاء برضو بعدد كبير ومش عدد ولايل كمان يعني كان عدد كمان ما يسمح لهمش ان هم ما يجوا مصر حتى لعبوا المباراة بشكل مفاجئ دي كده عادية ولا بشكل مفاجئ دي وراه حاجة لا لا مش وراه حاجة ده تعب يعني ده حاجة احنا شوفنا لعيبة في العالم بتبقى بتلعب النهاردة تاني يوم عاد زي كريسان اونالدو كان بيلعب مرة واحدة كورونا لا لا هي القصة كلها انه فعلا قابة الرجاء كان عدد لا يسمح له ان هو يلعب وراه يعني احنا شايفين اتحضر افريقيا طب خفوا يا حمود بقى اه خفوا 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 خلاص مبارح وصلوا الحمد لله مصر البعثة كلها كانت موجودة مفيش بس غيابات غير انا سيزينيتي وده غياب مهم جدا طبع حاليس مرمى الرجاء وده حارس مميز السنية دي حتى عمل مبارات كوية جدا في دارة ابطالة افريقيا وكان يعني مساهم رئيسي في صعود الرجاء للسيم فاينال ولفوز ببطولة الدوري كمان المغرب فحيلعب طبعا الحارس البديل بخلاف كمان ان كان عندهم الاصابات كانت في الفرقة كلها يعني فيه طبعا نسا 16 واحد اعتقد اكتر لا اكتر اكتر من 14-15 كمان ولو كان على فكرة لو كان عدد دولال كان ممكن يجو لعابه عادي لان احنا شفنا فرق كتير جدا ببعندها اصابات كورونا وبترجع تلعب عادي جدا في الفرقة زي حراكو ناكر اللي عبر بزي في الكنفدرالية فالقصة كلها ان فعلا ايبا كانت مصابة بشكل كبير وبشكل عدد كبير فطبعا ده يعني يخلى المباراة تتأجل المباراة ما تأجلت لواحد اكتوبر طبعا نشوف نحنا اللي حصلوا واحد نوفمبر اصدي فحصل طبعا كلام كتير طب ليه تتأجل طب ليه مش تتأجل لأ كان خلاص اللي حصل حصل يعني كان فيه عدد فعلا كبير في الرجاء ابتدوا يخفوا طبعا تباعا يعني اتنين في تلاتة في تلاتة في اتنين طبعا بيانات من الرجاء برح وصلوا كلهم طبعا كاملين عندهم عناصر مميزة جدا 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 انا شوفتك بتقول ان فيه ناس بتقول ان الزمالك ضمن الصعود للنهائي لأ لسه برضو الزمالك ما ضمنش الصعود للنهائي المباراة صعبة اعتقد دي السمي فاينال الحتة بتاعت زمالك والرجاء اصعب بكتير من الالوهداد الاهلي عرف يحسن بره بنتيجة تريحه في الهياب اتنين سفر الاهلي ميخسرش تلاتة سفر في الكهير لكن الزمالك قدر انه يكسعه هناك وده شيء برضو مميز جدا بتشيكه بالطريقة اللي عملها بتريقت اللعب بتاع في اللعب والهجمات المرتدة بن شاركي وزيزو ووباما وبتاع فقدر انه هو يوقف قطرة الرجاء لكن الرجاء في مصر بالجهزية بتاعته فريق كبير فريق بطل الدور المغرب نشاهد انه هو جاهز رغم الاصابات دي لا اكيد جاهز هل يوقفتهم هل لحقوا يرجعوا ويتدربوا بص لعبت الرجاء يعني كانت تعبانة اه في كورونا بس ما كانش فيه ما كانش فيه عراض فطبيعي ان كل واحد محافظ على نفسه ده بيلعب سيمي فاينال افريكا فطبيعي هو محافظ على نفسه وعارف كواس اول انه هيلعب مباراة كبيرة حقق بطولة الدورة عنده يعني هو راجل قادر وكمان حقق البطولة خلي بالك يا خيري فاخر لحظ فاخر لحظة اه يعني الرجاء والوداد من وجهة نظر الشخصية عانوا بشكل كبير بسبب المباراة بتاعتهم كانت حماسية اكتر وعندنا الاني كان حسن بطولة الدوري مبادري الزمالك اه كان بنفسه على المركز التاني بس مهما كان ده مش بنفسه على البطولة فاحنا كنا عندنا الحمد لله لا افضلات شهر سرحة تقولين الفني للرجاء يعني ما عرفش دي 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 اثار لنادي الزمالك وتحفيز ولا ان هو هيكسب المباراة وجاي هيعمل مطش قوي طبا بيدي دفع اللي لعبته امبارح حتى يعني شوفنا ان هو بس اللي بيتكلم لعبته ما تكلمتش امبارح هو عنده لعبة مميزة منهم لعيب حتى طبعا مضى في النادي الآلي بدر بنون ده يعني خلاص خلاص مضى خلاص في النادي الآلي خلاص خلاص وان شاء الله بعد انها افريقيا هيكون موجود في الفرق الفترة الجاية عنده كمان محسن متولي لعبه ميز جدا عبدالله الحفيزي ملانجو عنده رحيمي عنده لعبة كويسة جدا تقدر نا تعمل مشاكل طبعا لخط الداري ناتزى مالك او ناتزى مالك عموما في المباراة فناتزى مالك عليه التركيز وناتزى مالك ماشي بشكل كويس يعني عنده عناصر مميزة تقدر تخليه رايح المباراة من بادري والحل بتاع المباراة بتاع تزى مالك والرجاء هو انك تختف جول بدري يعني مصطفى محمد او بنشارك وانترى في باتشيكو ينزل مهاجم بطريقته لا لا بطريقته هو ينزل بطريقته هو باتشيكو اصلا انت برضو يعني دايما حتى بتكلم في النقطة دي انت مختار مدرب وبتتعاقد مع مدرب فانت طبيعي عارف ان الراجل ده بيلعب بطريقة لابه معينة فانت مختاره عشان طريقة لابه معينة صح؟ النادي الاهلي مع الوداة اتنزل خطف على طول وامل المطش خلص الموضوع بص عنا كان بيعجبني جدا طريقة باتريس كارتيرون راجل كان دفاعي بس في نفس الوقت عنده تحولات هجومية خطيرة جدا باتشيكو مختلف وعندك الادوات لا وما بيعرف يستغلها يعني احنا شوفنا باتريس كارتيرون كان مباراة مثلا النادي الاهلي الابرز مسال الاخر مباراة ليه اعتاقد يعني لما كان في شوت التاني كان الاهلي بيعجب لا نزل لك كاسونجو ونزل لك اللي هو قونجم عشان يحصل ايه زيادات من في ضرب خط الفق العالم باتشيكو مش هعمل كده باتشيكو ميحولش كده باتشيكو دفاعي دفاعي والله هلعب مين مجانا أوباما يعني في ناس بكبير ان هو قونجم طبعا يعني انت يبدأ بي اه انت خلاص فرجاني رجع العناصر كمان خيبارك برضه هيبدأ بفرجاني هو اكيد فرجاني موجود هيبدأ بي الوينش مبارح تم الاعلان ان هو جاهز للمباراة بعد ان شاء الله المباراة هيرجأ هيروح بقى ممكن يسافر المانيا او حاجة يشوف بعض الفحوصات على رجله بعد الاسابة طبعا يتعرض لها في ماتش الاسماعيلي فهيبقى الوينش يبقى محمود عليها جاهز جاهز اخوه عليها خلاص طبعا يبقى كبيرا رايح المنتخب باذن الله هيبقى على شماله طبعا عبدالله جمعة على يمينه عبشافي لس لا عبشافي لس حازم امام واحمد ايد يعني لو حازم تمام تمام لكن لو كان احمد موجود اعتقد الهيب ده باحمد واحمد ايه شاب كويس ومؤدي بشكل كويس صحيح والسه مالعب اعتقد هيبقى طريق فرجاني هيبقى زيزو هيبقى بن شاركي وهيبقى ونجم ممكن كمان ونجم وممكن نشوف مصطفى محمد طبعا ده اعتقد تشكيل الزمالك الرجاء برضو هيبقى تشكيله يعني لحد ما لسه مش عارفينه بسبب الاصابات الكتير اللي حصل يا توبتا لكن عنده طبعا العناصر سواء بملانجو سواء رحيمي سواء محسن متولي سواء عبدالله الحفيزي عنده عمر العرجون عنده كمان حريس اعتقد اسمه بعميرة لا يلعب مكان انا سيزينيتي وعنده بدر بنون عنده الياس الحداد عنده لعبة كويسة جدا تقدر انها تعمل خطورة على ندزة مالك لكن ندزة مالك عليه الحل بتاعه ان هو يخلص المباراة من بدر لو خطف جول بدر زي ما الاهلي عمل بجول مباراة محسن المباراة تتقتل تماما ولكن انت توقعاتك ايه المباراة لا انا توقع اني بتشيكه بطريقته الرجاء هي بصعب يسجل بس يعني انا بتمنى ان الزمالك يبدأ بشكل ان هو يقدر يخطف جول لانه لو قدر في خلال ربع ساعة يخطف جول انا ما اقولش انك تفتح مسحة كلها بس انك تحط خطة انك تجيب جول انك لو جيبت جول هترايح الموضوع ده كله وجول بيجي بكزا طريقة غيرية يعني ممكن ممكن يجيلك بنالتي ممكن يجيلك دربة ركنية ممكن دربة سابتة ممكن انك اكتر من حاجة مش شرط يعني باص ولعب وبتاس زي جول اللي جي في الزهاب شرطة من زيزو كده ربنا اي حاجة زي جول اللي جي في الزهاب احنا شوفنا عرضية وبين شرقي قدر يعني من شرقي انا بالنسبة لي افضل افنات زمالك يعني الراجل عنده خبرات عنده خبرات في المواقف وزيزو مقادي حلو والله زيزو مرايح المنتخب رايح المنتخب خلاص وانت هتقول لي تشكيل المنتخب وانت رايح فيه هو رايح المنتخب فعندك انت الفكرة انك كلعيبة كورة في ند الزها مالك لا فيه لعيبة كويسة جدا وعنده عناصر رجمية خطيرة جدا طيب هل باتشيكو يقدر يستغلها لازم انه يستغلها في المباراة دي لحد بقى ما نوصل ان شاء الله النهائي الاهل والزمالك هنا بقى يعني خلاص بقى احنا لقب مصري يعني طيب الصفقات انت قلت لي بات البانون خلاص ماضى لناد الاهل سرينيو اعتقد كمان بيقولوا ماضى صحف جراب افريكا كلها بتأكد وص انا اقول لك الحاجة سرينيو جاي او الاهل عايزوا من زمال سرينيو جاي جاي مكانش جاي موسيماني يجي موسيماني موجود لا هو اللعيب بالعكس اللعيبة بتاع جراب افريكا كمان تحديدا بيبقى بالنسبة لحلم انها تلعف الاهلية والزمالك يعني احنا شفنا كنا دايما بنعود نفاوض في بكا بكا جبنا بكماني وبعد الاهل جاي وبعد كده فوضنا برضه عندك سرينيو فوضت في اكتر من مرة لعيبة كتير من جراب افريكا ومن صندوينز وحاجات زي كده فانت عندك الكدرة انك انت تجيبه طب موسيماني طبعا ده بالنسبة له عمليك جاسب كبير جدا مدربه مدربه هو اللي جايبه هناك هو بيقدر يستغيله بشكل كويس سرينه كمان ظهر بشكل كويس خلال الاخر سنتين في دارة بطولة افريكا كان مميز جدا في البطولة اللي قدروا انهم يكسبوا نادي الاهل فيها خمسة ان من الاهل يخلص ولا ما خلص؟ لا 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 اكيد بيتكلم خلص وخلص دي لسه يعني لسه بيبقى فيه كلام خاصة ان اللاعب لسه فيه عارض اكيد هيبقى برقم كبير بس هيبقى على حساب اجنبي كمان انت عنك فانت هتمشي مين واعتقد الاكرم يا بجرالدو همشي مين اكيد ما هو راجل مش عايزه لا جرالدو اوبادجي واحد من الموما الاتنين الراجل لسه محددش مين اللي يمشي هو راجل حدد المعارين اللي رجعه يعني حدد ناصر ماهر حدد صلاح محسن اكتر من اللاعب اربع العيب واكرم طوفيه طبعا فانت عندك الفكرة انك انك انت القديمة بينه ولا هو مش مقتنع به مع رفص بيتسو مانيش خصيات طبيبة شوية مش خلافات قديمة ولا حاجة القصة كلها اعتقد من وجهة نظري ان بجرالدو مش لعب على الارض هو الراجل ده لعب على الارض باص او باص احنا شفنا حتى في ماتش الوداد كان في فيديو منتشر بشكل كبير باص 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 خلال المباراة فاعتقد ان هو الراجل يعني محتاج اللي بيلعب كرة اكتر سيدينو هو عارف امكاناته كاس واحنا كلنا عارفين اي مدرب بيدرب لعيب اكتر من سلاتين ثلاثة وعارف امكانياته اول ما بيروح فريد تاني بيبقى اول تفكير انه يجيبه صحيح فطبعا هو بيفكر في سيدينو بيفكر فقط لايب على فكرة اكيد من صندوق بس انت عدد العجالي ما عندك بحكومك طب انت عالي معلول اجاهية اكيد دول موجودين فرص الاهل الجاهزة كبيرة بقى الاهل مرايح بقى له شوية بصرف نازع المطشي طبعا النهائي بتاع الدوري ولكن جاهز نادل اهل المبرارة النهائية طبعا جاهز بنسبة كبيرة جدا الاهل في ستة راحوا المنتخب خلاص اللي هو محمد الشناوى عمرو سلية حمدي فتحي ومعهم ايمن اشرف ومعهم حمدي فتحي ففي اكت اوة محمد مجدي افشا طبعا مراب مرحش لا مرحش هو الاعتماد هيب على كوكا ففي فكرة كمان الاعتماد على كوكا كوكا ومصطفى بس كوكا هو متقلق الصراحة لا هو متقلق ويسجل جور في مارسيليا والنهاردة علعب ماتشيستر سيتي فيعني اللعيب ادري رجع نفسه تاني كوكا زي ما انني ادري رجع تاني نفسه للنفس طبعا مين اللي احتاطي مصطفى محمد بص الكوكا دي لازم اتحسابتش كوكا دي لازم اتحسابتش مصطفى محمد ما هيبه كبيرة جدا طبعا ويعني بصراحة ادري فوقت قليل انه هو يقول انه فيه مهاجم كبير جايف في الكرة مصرية بفكرنا يعني بعمر زاكي يعني هو نفس استقال عمر زاكي طبعا كوكا مأدي بشكل كويس جدا ده هيبقى من وجهة نظري بس ما اتشمع على منتخب اي فترات انضم فيها بشكل كويس جدا بالزبط ده وجهة نظري انه هو هيكون عامل ايجابي جدا لحسام البدري يعني كابت حسام البدري بالنسبة له يبقى عنده تي لعبة متقلقة بيختار ما بينهم ومحتار ما بينهم عطيك الده الافيا ده احنا شفنا في مبركيني وجزر الكبر طبعا يا سيدي اخلا انا مش معطرد اللي احتياطي مين لا لسه متحددش بس انا المعلومة وجهة نظري ان كوكا يبقى الاقرب اه لان يعني بالنسبة لي مصطفى هيلعب مفيش راس حرمة احتياطي لا جيد مصطفى موجود مصطفى عيق وعنده حسام ومطبع مصطفى اصلا منضم في المنتخب هو اعلن عن خمسة في المنتخب الولمبي موجودين اه اللي هو رمضان واكرم طوفي واحمد ابو الفتوح وطهر محمد طهر ومصطفى محمد صفى محمد فالكمس دولات كده كده موجودين في المنتخب وخلاص خرجوا من قيمة كابتن شاوي غريب اللي هو اللي هيستعد الكوريا الجنوبية والبرازيل اه فطبعا الخمسة دولات موجودين في تشكيل منتخب مصر اللي أنا فكرة النهاردة هيكونوا موجود منهم حوالي 3 او 4 في المعسكر اللي هو لعبت الزمالكة عطاقة هتنضم بعد مباراة الزمالك والرجاء ان شاء الله بكرة هيتم الاعلام بعد مباراة الزمالك والرجاء او تاني يوم الصبح لعبت الزمالك هتنضم يوم يعني هياخدوا 7 او 8 هيروحوا المعسكر هيدربوا روح دوم لان الاهل اللعبت اول مصر 14 اول مصر 14 اه ما نفعش ان احنا ما نقدرش نكسب المطيين لان كابتو حسن بدري محتاج انه 6 وقت 6 وقت مع 2 تمانية فتقدر تتصدر المجموع من جديد او على اقل على اقل حاجة تكسب مباراة في الفكرة وتتعدل هناك لكن يفعش تخسر خاصة انت عندك العناصر اللي تكليك انك معلش تكسب توجه بكل اريحية المباراتية اه انت طبعا في مشكلة في المنتخب انه هو بقاله فترة ما بيتجمعش بقاله فترة كابتو حسن بدري ما بيتجمعش اللعيبها بسبب كبه وخاصة كمان التجمع المنتخب الولمبي هيتم مع المنتخب الاول فاحاقد فيه اللعيب هتضم الولمبي لا بس حصل تنسيق حصل تنسيق اه كنا موجودين في التحاد وحصل تنسيق بين كابتو حسن بدري كابتو شاو غريبه عضم وابعض الراجل قال احتياجاته طبعا الاولوية هنا بقى للمنتخب الاول والعكس فاكر انت في كاس ام وافريكا تحت 33 سنة خاصة الولمبيا عندما تشارت ودي اه كان تحت 33 سنة في السنة اللي فاتت في نوفمبر كانت الاولوية للمنتخب الاولمبي صحيح فوقتها كان كابتو حسن بدري دخل كينيا وجزر الكمور من غير لعبت المنتخب الاولمبي كان في مشكلة وكان من غير لعبت المنتخب الاولمبي فطبعا كان عنده مشكلة في نقص لو ملازم انت كنت موجود في التحاب تقول لي خلص موضوع محمد فضل وكهرباء وانتهى خلاص النهاردة وانتهى من بالليل يعني انتهى من بالليل اهو انتهى من بالليل اللي حصل لأ وانتهى من بالليل بالليل اتحط البيان من اتحاد الكورة او اللجنة الخمسية تحديدا وخرج حصل حاجة غريبة جدا هو الكسة كلها انه طبعا شوفنا كلنا المشد اللي حصلت في ملعب الآله ملعب السلام يعني شوفنا اللي حصل في المباراة طيب بعدها حصل حاجات يعني انا من وجهة نظري اكيد كلام مع بعضهم واكيد الموضوع خلص تاني يوم الصبح الالي نازل البيان بصراحة محترم جدا انه هو بيقدر محمد فضل انه احد نجوم النادي الالي واحد اقبائه وبيقدر اللجنة الخمسية وبيقدر اتحد الكورة بالزبط وبيقدر اتحد الكورة وبيقدر مسؤولية بالليل كابتو محمد فضل تلع قال الموضوع يتحول لجنة الانضباط فكان هنا لازم ان النادي الاهلي رد فالالالي رد قال لك وطب احنا كمان هنقدم شكوة في كابتو محمد فضل في لجنة الانضباط فعينها حصل ايه انا حصل بقى خلاص بقية خناقة يعني بقية خلاص بين الاتنين فاللي حصل انه طبعا تدخل الناس انا بقولك معلومة كعرابة كان ضمن حسابات كابتو حسام البدري لان رجل بيعاني ورجل بيعاني في الحتة لقدام اولا او عايز نبه خبار عنده مشكلة كبيرة جدا ان محمد فاروق تصاب لعيب بيرامتز وعنده كمان رمضان صبح بقاله سنة ما بيلعبش كورة ومع ذلك مش هاخده اقولك حاجة بيدرس يعني الموضوع خلص يدرس يعني مش هاخده لا يدرس ايه ممكن ياخده اصلا اقولك حاجة يعني هو عنده عنده نواقص وانت مداري منطقة مصر تختار انت عاوسه فاي وقت مش شرط عشان اعلنت عن الست لعيبة بتعلينا دي الاقل انك ما تعلنش على لعيب كمان لا انت ممكن يجي لك احتياجات انت فيديت نلاعب عندك اتصابه مطلع عمد المعسكرة سواء حسين الشحات او محمد فاروق انت محتاج لعيب في الحتة اللي قدام طيب ايه اللي حصل بقى اخر حاجة بالليل طبعا حصلت تدخلات وحصل كلام كابت محمد بركات طبعا بدور ومدور المنتخب ودي يعني بأي شكل بسيط هينزلوا بيام مشترك بقى او بيام منصف ده الكلام اللي اتقلي خلاص يعني رسميا فيه كلام فعلا فيه بيام موحد بين النادي الاهلي وبين اتحاد الكرة اللي هو يعلن لك ان انتهت لازم هو حصل جلسا برا في اتحاد الكرة بالليل بين كهربا وبحضور كابتو محمد فاضل واستاذ عمر الجنيني وبحضور محمد مرجان بدور النادي الاهلي وبحضور كابتو محمد بركات فطبعا وجود كابتو محمد بركات مدير المنتخب ده دليل انه هو اللعب في حسابات المنتخب هيا ازمة والله محمد مالهاش لازمة اصلا وخد اكبر من حجمها وقسدت فرحة وبين نزل يتم حسفه فحصل اللغة كتير جدا في موضوع من وجهة نظري كان بسيط جدا حلو كبير على الفاتح اه يعني اللي خلينا نوصل لمرحلة دي صديق العزيز النقد رادي محمد جمال نورتنا واللسه عندنا لقاءات تانية عشان هاخد منك توقعات بقى الزمالك ان شاء الله هو هيكسب بكرا ان شاء الله وبعدين للاهل اهل وزمالك نورت صباح الوقت ده نورك الله خير انت اخواتي الامريكية يا نار بعد الفاصل